ازاي بنريشيب السعادة بتعتنا بزد عن كل سنه اخر كل سنه بوصل لمرحلة ان انا انا ممكن اقوود ايه انا مكن اقوذikel were the one that i hit new job ما تحقق وش واحد تحقق التلاتة ما تحقق ايش. ازاي بريشيب كل مرة او كل سنة ساعاتي بيزد على السنة اللي انا عشتها بلي كده. يعني انا عمان اقول لك كلام عميك كلام عميك تم مكوني مكهوني مكتر. والله انا السنة القابلة اللي فاتت كانت بالنسباني سنة مش يعني مش احسن حاجة. فبعدين وانا دخلة للسنة دي كنت حطة لنفسي جولز كده وكنت حطة اسمي اول هوم. انا هركز مع نفسي. انا هركز مع حد. مش هدي حد حاجة انا مش عايزة بذهب. مش ههتم بيك اوي دلوقتي. وانا مش حاسة ان انا. انتي اول حاجة انتي الحاجة انتي اول. بس مش هجي عليك. انا مش هدايقك ومش هدايق حد. ولا هتيجي علي. بالضبط. بس انا كنت باجي علي عشان خطر اخليت مبسوطة واخليها مبسوطة واخلينا كلنا مبسوطين. فانا في بداية السنة كنت يعني مكررة ان انا هركز مع نفسي. بعدين لما ركزت مع نفسي اكتشبت ان انا مطبسف لما انتم تبقوا مبسوطين. بس الحد يعني بتحسي بالسعادة. لما انت تبقى مبسوطة انا كمان مطبسف. لما بقول لحد لأ ايه مثلا لما مانت تضغط له مني حاجة وانا دلوقتي تجد مش عايز اعملها وقول لها لأ اه بفضل اليومين شايلة هام مني. ليه يقول لأ. فكتشبت ان انا بقوا مبسوطة بجد وانتم مبسوطين. فانت شو تركز مع نفسي كنت اتكيد. بسعادة مسلا كنت تحسي ان انت تحبيت سعيد الناس عشان تحسي أو تخلي من حوليك مبسوطين وعلى الأساس ده هتحسي بالسعاد أو بالردد تعالي من سعاد في ساعات بتحصل ان انت كنت بتحول بها وتعملي مجموط عشان تخلي الناس دول سعادات وفي الآخر انت ما تحسيش بالسعاد بس عمري مندمت بس عمري مندمت بس عمري مندمت علي عمري مندمت على مدهولة عمانته الحال لكي أتأكلم ان ربنا سيرجعه لي فاير عمري مندمت عمري يعني دايما دايما اسمع الجملة دي انه يخبيت ام الوقت اللي يتضيعطي عم ضيعطوش ويجيلي فايرا بس عمري مندمت اوه ايوه ايوه تباعد ان انتي تحولي تعملي ده عشان انتي في الآخر تبكل سعيدة انتي هاتف انتي عايزة تبكل سعيدة انتي تبكل سعيدة بطبيق علي اوه واوهت ما تستحقلاش سعيدة بدبيبجة مشحكه اوه بشي خريدي تتدلي او بتتدلي بس مش بدم بطبيب بقدك بخضل خاطرية ممنطر السعور كيف بتعملي ريشي بفوما السعر بتاك بص انا كل سنة انا مش من الناس اللي تريد في نهاية السنة اقعد حاليا اللي حقا وانا كنت كذبة في الاول فلان وحاجات كنا في السنة ولا لا لا قادم بصراحة بس بقعد مع نفسي بفكر شوية فانا ايه ليه بغير بس فيه فانا حاسة لو نرغبتها بعد السعادة ان انا طلعت من السنة دي مقتنعة ان انا ساعدتي مش هتكمل من غير ملجأ لربنا في المواقف الصعبة بس بقعدة ان انا اتشفت انا زي كدونيا عماتنا طول عمري او ناس وغيرها حتى لو احنا مطعم بس كده لو ناس قاعدة معي على التوابضة لازم اتأكد من ان الاكل عاجب لنا لك لان خاطر احسنى ممصودة اه 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 طبعا مش كلها مش مش ضربت ان انا بقى بقى لدي نفسي عشان غير انا ما احفرت ان انا طول ما انا بذي وبعمل خير حتى اني ترم لو قداني قداني انا مش بداي منه ولكننا نضع في مواقب مستقبل في الفترة الكثيرة وفي حالة السناء التي أعتقد أغلب الناس لا يوجد مشاكل وحدة حيثنا كانت ظروف الناس أنا أصعب وكان يوجد مستقبل على كل الناس فحصيح أن لا يوجد شيئا معينة تستطيع أن تقسطني حتى لو هذه الأشياء التي تقسطني سأستطيع أن تضع في مواقب ضغطة ونفسي صعبة أوي فأعتقد أنني في هذه الأشياء لأنني أتعلم أن هذا السناء الآن ولكنني أركز أكثر في علاقتي مع ربنا أيا كانت علاقة التي أفعلها كما؟ تتكلم مع ربنا بكل وقت لأن أصعب يكون قريبا أن يشعر أنه تحتاج مستقبل وليس يعرف أنه هناك كيف وليس هناك سبب لزعر أو لمواقف التي لا تجدوه شيئا فتوصلت لأننا مع علاقتنا مع ربنا أو أنا علاقتي مع ربنا طريقة تحتاج لتطور أكثر لكي تحسسني بجد بالرضا ويحسسني أقدر أكتفي بأي حاجة بتحط فيها وأنا تبسط نفسي إذاً إيحا مفهومك عن السعادة السنية وغير على السنة الأخرى أعني أنت عمل تسألنا كده والله عزيزي يجي في الآخر ويتجاب على كل نص حاجة إتعلته مفهومي يعني السعادة اختلف من السنة للبعدها أكيد طبعاً بيختلف مش عدو رؤك نعم مركز كل سنة مفهوم سعادة عندي بغير بس الكور بس اللي أنا قيمته في حياتي أنه أه مهتمم سعادة بيختلف لما بتحقق حاجات بتحس بالسعادة من الحاجات اللي انت أقعات به مثلاً أنا حققت ده هحس بالسعادة وبتحس بالسعادة والحاجات اللي ما حقتهاش أكيد مش هتحس بسعادة ان انت محقتهاش بس إذا بتعمل بقى انه بتسعى لها وبكمل بقى في اللي انت بتعمله عشان توصل لها مش شرط توصل لها السنة دي ممكن تصلها السنة اللي بعدية او اللي بعدية وتبقى هاي حاجة هتحقلك سعادة وممكن لأ ارزونا يعني دايما كنت باس مع ناس بتقول انا كنت شايف ان السعادة بحاجة ولما جربتها ولجتلي الحاجة اللي انا كنت عايزة وفاكر انها هتساعدني ما بيحسش بالسعادة اللي هو عايزة او اللي كان متخيلة انا مش قادة اقول الحاجة للكده او مش فاكر يعني يحسش بساعدات الخطوات من ساعدة او اللي هو من ساعدة وحاسس كمان ان foss عادة اقنات وحاسس انه اللي ان انت بقيت بتبص لها بحكمة ربان ان حتى لو كي حاجات ان حاقتاش وكنت باني عليها ساعاتي و لسه بحكمة ربان بحاجات حاجات عن كنت بانية عليها ساعاتي و لحاجات صعبة حاجة صعبة ان انت تبقي انك تحاول طبعا تعمل حاجة ذي ممكن تسعيدك شوية بس وتحس ان انت الله انا عربتي قوية ربنا وحاول عمل ربنا حال برضي ربنا اعتقد ده ممكن يحسسني بال ما عمشو سعيدة بس ممكن ممكن اكتبه حاجة انك تشتوص الله طبعا اكمل ما اعايزها انت بتكملش ما اعايزها بالضبط انت مؤمن ان ده تغيب ده قصديم بحيب ما توقف ان ده محصلش اللقتي حاجة صعبة بس اعطا انا 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 مؤمن بانه اه طبعا كده كده ربنا ما بيجيبش حاجة باش كل حاجة خير ليا انا ممكن ساعتها بقى بالدائق اول وبس يعني اعتقد انه بس عامش فيه يعني احنا بنتفهم كل نص سؤال سألت وجاوب علي لا طبعا في الوقت لا ماليش تهمات الشمس التهرب بانها شيف السعادة من سنة لسنة اه بعملها دي شيف من شهر لشهر مش بس سنة لسنة بعملها علشان زي ما بقولك بمتخال ان ساعات تتبقى بحاجة معينة وفي الاخر بقى ايها لقد مش هو ده اللي انا او مش ده الاحساس اللي انا كنت مستنيه مش مش بيزد على بس بيزد على انت معلقة نوع من السعادة المؤانة ان انت توصلينه في الحاجة دي لما تحصل بغيره مرور عادة جملة مشهورة جدا لا مش ده بيقولها لي اتنين وخميس وكل ما اولو حاجة يقول لي ما تحطيش توقعات لما ده ده حقا ما تحطيش توقعات الهكسبيكتيشنز بالبادل الوحي